بعد انتشار ظاهرة تسويق السيارات المستوردة من الخليج إلى جزائر خاصة من دوباي حذرت المنظمة الجزائرية للمستهلكين من شراء هذا النوع من السيارات بعد تسجيل العديد من التجاوزات وفي هذا السياق نشر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي منشورا تحذيريا للراغبين في شراء هذا النوع من السيارات والمنشور أتى كالتالي الراغبين في شراء سيارة من نوع سوزوكي سويفس من مصدر الشرق الأوسط احذروا حتى لا يقع أي أحد في عملية نصب أو احتيال وأكد رئيس حماية المستهلك على ضرورة التأكد من هوية البائع من خلال بطاقة التعريف حين عملية الاكتتاب البلدية وأيضا من أن اسمه فعلا بالوثائق واختتم زبدي منشوره متأسفا قائلا بلغنا وللأسف الشديد عمليات تلاعب كثيرة فطنت لها المصالح المعنية